اعترض الدفاع الجوي السعودي صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون على نجران قال المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد روكن ترك المالكي أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض الصاروخ الباليستي وتدميره وضف أن هذا العمل العدائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني بدعم الجماعات الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحدي واضح وصريح لخرق القرار الأممي رقم 22-16 والقرار 22-31 بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي مضيفاً أن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الأهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني